السلام عليكم اخواني اخواتي عبر هذا اللايف اللي وعدتكم به واللي اللي لا يكون في موضوع اللقح كيف كي يعلم الجميع خاصة الناس اللي كيتبعوا تدخلت ديري في الموضوع ديال الكوفيد ببلادنا طلقت اللقاح في اللايف اللايف ولا الجوج ديال اللايف السابقين واليوم غاد نزيد نفسر وهذا القرار ديال اللايف جاء من بعد الخبر اللي تنشر اليوم لان فايزر توصلت للقاح اللي هي كتعتقد بانه غايكون هو اللقاح اللي كيف صوفي اللقاح المنقد للبشرية ضد الكوفيد اولا ومن بعد ومن بعد جاء البلاغ ديال الديوان كان ديوان اللايف وزارة الشؤون وزارة الشؤون القوصور الملكية بانه اه 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 صاحب الجلالة اه 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 محمد السادس بتعطاه واحد اه اه العرض ديال من عنده اللجنة العلمية اللي مازال ما قنعرفوهاش وما زال ما حصل حصلش لنا الشارف باش نتعرفوا على ونعرفوا التخصصات لهم ونعرفوا الكفاءة لهم في الموضوع التي لا نشكوا فيها ولكن نريد أن تعرفوا عليهم ونعرفوا الخبراء لديهم ونرى ونطالعوا لأنهم لا يعرفونهم يمكننا أن نكونوا شي وحدين الذين يعرفوا ولكن نريد أن نعرفوا بأنهم مقلدين هذا المسؤولية ولكن نصير من أسرار الدولة هذا شيء آخر المهم الذي يركز عليه اليوم هو الخبر الفايزر الخبر الفايزر تناوله خبراء الذين قاموا بالتعلاق عليه ومن بينهم الصديق عزيز عليا الذي تعرفت عليه هنا في أمريكا والذي تدخل اليوم في قناة العربية حول اللقاح وذي تدخل رائع في المستوى في المستوى وهذاك تدخل تنشط له مع نفس الرأي بأن بأن هذا الخبر الذي ذات الفايزر من بعد النتائج العلمية دياله والأطوار اللي مرة من تطوير دياله لصناعة اللقاح أحتى هي ما تنشرات شجارة علمية علاش نتركزوا بأن اللقاح باش تأكد بأن أراه اللقاح صالح باش يتستعمل باش لخلق واحد المناعة عند الإنسان اللي كتمكنه أنه يبقى في منق عن الأضرار ديال هذك الفيروس لأنا مني كتدير دراسة والناتائج ديالك كتبعتها الواحد الجارة العلمية هذه الجارة العلمية تسميها كتن جوغنال أو كميته دياله بمعنى أن هذه الجارة عندها واحد الناس عندها un كميته إدitorيال هذا كميته هذا كميته إليه فرميه دياله أنا مخبارا في الميدان و هذه الجارة العلمية دياله هذه المجلة واحد الناس منهم ثلاثة والأربعة هم اللي تقيموا ذاك العمل و تقولوا بأن هذا العمل في الأول حاجة أنه خاص يكون أوريجينال أنه ما يكونش ما يكونش منقول على شي حاجة اللي معروفة بأنه يكونش حاجة جديدة اللي ما معروفاش كي يجيب على واحد السؤال لأول مرة تساؤل اللي اللي غا تساهم في التطور ديال الطب ويحل مشاكل خاصة ديال الإنسانية هذه الثانية هذه الثانية والثالثة بأنه تطبيقي بمعنى باش تقول بأنه ما معنى أنه تطبيقي بأنه بأنه تساهم فوندمونتال مثل ما معروفة بأنه تطبيقي بأنه تنزيل لواحد الفكرة اللي إعطاتك واحد الوسيلة ولا داواء ولا لقاح ولا شي حاجة اللي غا يكون عنده واحد العكاس إيجابي على الصحة العمومية ديالالشعوب وديالإنسانية بمعنى أنه ما عكي شكلش إتالة تعطى للإنسان ما يشكلش ما يشكلش ما يشكلش على الحياة ديالإنسان وهذاك ملتين منعش بأن هذه الدراسة من كتفروفات الشروط كاملة هذاك شو كي يخليها أن كي يبين بأن القيمة العلمية ديالها مرتفعة خاصة لأن ديالك المجلات هم مصنافين كين العالية وكين اللي تحسن منها وكين كل ما داك العامل على داك البحث ديال هدك اللي قاح مثلا اللي توصولي الناس كل ما أنه مثلا اللي تبيبليا عن جنرال اللي تبيبليا مثلا في المجلل العلمي أعلى كيكون بمعنى أنه أحسن وأفضل من اللي تبيبليا مثلا اللي تنشر تنشرت النتائج دياله في جريدة أقل أما اللي ما تنشرتش ما تنشرتش ما تنشرتش جريدة هذا كيكون أسفل السافلين هناش نواه هذا سيلي بخامي فيتر اللي خاصة نعتمده مني كنكون أنا واحد كنمثل واحد السلطة صحية في واحد الدولة محترمة اللي الناس كيقوموا بالعمل ديالهم بإخلاص وبتفاني وبالطلاع وبالكفاءة هذا هذا هو هذا هو التسلسل هذا هو الطريق الصحيح اللي تنشو فيه في العلم باستعمال العلم مثلا وفي واحد السياق اللي تنشبه السياق اللي تنعيشه اليوم يالكوفيد هنا هذا المدخل كامل اللي تنشبه اللي تنشبه بغير باش نفسر ونبين للناس كاملين المختصين والغير المختصين والشعب ديالنا ان هاكوه باش حنايا كيم كلنا نتعاونوا مع المسؤولين ديالنا نتعاملوا مع المسؤولين ديالنا في التوعية ديال الشعب في التحسيس ديال الشعب كيف قمنا بيبدالك بالتجنب المخاطر بتشبوت باحترام الاحترام الواقاية باحترام التدابير الاحترازية بتصحيح المفاهيم بالمتابعة والإجابة على حالات خاصة للناس اللي يتصلوا بنا وتنوريوهم وتنفهموهم ومن ما تنعرفوش تنمشوا ندقوا على الديور الكبار كندقوا على أصحاب العلم كندقوا على الأساسي ديالنا اللي سبقونا اللي قرونا اللي ورّونا اللي خلونا اليوم تحنا تنقاسمو مع الناس اللي الاخرين ما بدك اللي تعلمنا منهم هذا الشي كامل لشي وصلنا وصلنا عود المسألة اللي قاح الكوفيد والمنح ما كيختلفش اتنين ان الكوفيد نتائج دياله والنعكاس دياله على جهاز المناعة نتائج متضاربة متضاربة صندقوا نتائج متضاربة نتائج متضاربة ان الكوفيد انه كي تعرف من طرف الجهاز المناعة وان الجهاز المناعة قادر باش يصور هذك الفيروس ويخبعوه ويخزنوه في الداكرة دياله في السلول الميمواغ كنين خلايا خلايا اللي كي هما اللي كي قوموا بالعمل ديال الداكرة ديال الميمواغ ديال الجهاز المناعة عند الإنسان قلت لكم قبل كخابير في علم المناعة النتائج اللي بينات ديال المناعة ديال الكوفيد كتقول بان الفاكسا مش هو الحل تقلقوه هالي الحقيقة انا سنقول ديروها ما ديروها هذا شغالكم انا متندخش لكم في شغالكم انا غير كمختص وهذا الموضوع ما غير يمنعني باش ما نتكلمش فيه اذا ما غيرت منعوني خذكم تسدوا الجامعات ما توقعش خليوا الناس يقرأ ما غيرتوا مقرأ وغيرتوا قارين الله يجعل فيهم الباركة والمهم ما يمكنش اذا الحل ديالو ومنين كتطالعو وكتفهم الريف كيفاش كي يششغل وكيفاش مني كيدخل الجسم انه كيهرب من قعد الترخ ديال المراقبة وكيفاش هادو طرق ديال المراقبة كيعطلهم ياك باش كيدير ذاك العاصفة اللي التهابية كيدروا واحد عاصفة التهابية اذن اتطيرقنا لي قبلوه كيدروا واحد عاصفة التهابية هذه العاصفة التهابية هي التي تضع المرض والأعضاء الخاصة من الكلي والكبيد والرئة كل شيء تضع التهاب غير واحد هذه العاصفة التهابية ampa انهم ذلك الربيب لولد خمس Bug قابل الم hurفت العكري سابق ربيع هلثه عننا کہ نفسنا في الفيديو هي التهدي من المريح لك يمكن أن يكون في حالة وحالة فازة أو انفلاماتية أو انفلاماتية هذا هو الإمنيوهات ما هو هذا المعلم في البداية لا تتحدث عن المراحضات لأن الناس الذين كانوا عندهم الCOVID كانوا يكونوا انفلاماتيين أحضر الخبر أحضر هو الرئيس الأمريكي ترامب تم الإعلان على أنه مصاب بالكورونا ونقلوه مستشفى عندما رأينا نعطيه واحد العلاج عندما رأينا هذا العلاج الذي أعطيه لترامب ما نعطيه فيه؟ فيه الانتفيرال واحد المضاد للفيروسات وفيه واحد الكوكتيل المضادات ضد السيطوكين أو المضادات في العاصفة التهابية المضادات ضد السيطوكين أو المضادات والفيروسات والمضادات مع الستوكين A، الانتي B ستأbür رسل مع الستوكين B والانتي C ستأbür رسل مع الانتي C القص estas هذه التوصيلة هذه التوصيلة يزولون مالتزيل العادي وسيحطون بهذا البريض منتزن بعض الأضChat العرب عند منتزول عن الأضouts conhece الانبلماتي cousins ت acontecer أمود these الانفلامسيون تنزل و في نفس الوقت تثبت لشاغج فيغال الكمية و العدد من نسخ الفيروس عند المريض وهكذا كيف ترجع الحالة الفيزيولوجية للتوازن اليوم تنسمع كيف عباد الله كاملين وغيره في طالق البلاغات يwonオم ادفة ان المغرب عنده واحد الفيروسات اختاروا واحد الفيروسات اعجبوه واحد今天 احنا اليوم نطلبوا الى كان ممكن وجاتع خطركم اEnd 4% ارحمكم الوالدين بغينا انا نعرفه حم افضوليين بغينا نعرفوا و عاده thought up الا ان اعجبون ان اعرفوا هاتوق اللقاحات لما الله Lacokoeui يجازيكم بخير لما اقولون لنسميتهم وا اцииنا نباشراتهم اPreكار وقων عارهم حتى لا يدار نقرأ عليهم قليلا و نتفقه و نتعلم و نشوفوا كيفية عزيل لكي نحن نرمت و نتعلموا منكم و نشوفوا هذه المعايير التي اعتمتوا عليها لكي عزلتوها هذه اللقاحات التي لديكم اليوم قلوا لي نشكوناهم هذه اللقاحات و منين نخليطوهم و مسمياتهم و منين ننشرهم و طالما ننشرهم و نحن نقلبهم و نريد أن نشوفوا الدراسات الدراسات لأن هذه اللقاحات الى شراهم من المغرب و يجبهم خاصهم يكونوا تنسالا و يكملوا الدراسة السريرية ديالهم عند واحد لا بوبيلاسي هذه الدراسة السريرية كتوري الفعالية ديالهم كتوري بأنك يديروا واحد الجواب ديال الجهاز المناعة أنهم يتعطون للناس المتطوعين في صحة جيدة أنهم يتعطون للناس المتطوعين على الكثيرين على أن الجسم الإنسان يقعد فيه واحد الدكرة لذلك الفيروس وأن في هذه المتطوعين حتى يكون هناك إنسان متطوع لا تنظر إليه أعراض الواباء وهذا ما نتعه؟ لأن عندما أعطيته الفاكسين للإنسان وبانوا عليه أعراض الواباء لأنك لا تكون هناك فاكسينك، لا تكون هناك فاكسينك، لا تكون هناك فاكسينك الناس كانت تتعادة غير مواحد مواحد وانتظر إليه تنوض وكتشد الفيروس وكتشد العباد لك تكون هناك فاكسين هذا الملاحظة الأولى من غير هذا الشيء كامل، نحن نقلل وانا شخصيا نقلل نقلل لكم بأن الدراسات التي لدينا هل تريد أن ترى اللجنة العلمية ولا لم ترى ما هذا؟ تنقل لكم بأن الاعتماد اللقاح الذي سيكون في الفيروس بحيدة لها هي مغامرة مغامرة خطيرة أنا شخصيا أتحمل مسؤولتي في ما أقول هي مغامرة خطيرة مدام كان لدينا الإمينيات لماذا ستكون إيمينيزة؟ والإيمينيزة لا تسألها لماذا سنفعلها؟ لماذا سنخلق المشكلة؟ المشكلة ستخلق؟ نعطيكم سيناريو كامل أن الوكسين هذا سيطان فيروس هذا الوكسين ستكون عباد الله لأن الناس لا يعرفون كيف يتحدث وليس لا يعرفون كيف يتحدث هذا الوكسين لديكم كيف لا يريد أن يكون؟ ماذا سيكون فيروس هذا السيناريو يجب أن يكون محتوى في الطاولة أن تعطي الوكسين للعباد الله كيف يتحدث بالفيروس؟ بعد ذلك قلت لي مثلا لا نعطي الوكسين فيروس نعطي الوكسين مثلا لها يمكن على مساطس ويقول أنه يحتاج إلى إلى المعدة وهذا السبب يتحدث في الوكسين وإما تكون المزيد والمزيد بالنسبة هذا السبب يتبقى إلى المشكلة на المزيد علينا أن ترحيات من الأيوم ويكون مع كثيرت كذا سيكون هناك هذا سيكون المزيدة لأننا كان يكون هناك السيطانية يكون هناك في المتحدد ثم سيكون هناك كما تفعله. كما تفعله. على حسب السيتوكين الذين يتم تلوه في السروم سنعطيه ونختاره من هذا الشيء. لا يمكن أن يكون لديهم واحد يمكن أن يكون السيتوكين. لأنه سيقدرون أنهم يحبون كما تفعله السيتوكين. لأنه لا يحتاج. سوف يحرمون السيتوكين لأنه يحتاج إلى التوازل الفيزيولوجي للجهاز المناعة عند المريض. هذا هو الوضع. هذا هو الوضع. اليوم لماذا أردت الجلالة المالك؟ لماذا فسرتوني؟ لماذا قلتوني؟ الله أعلم نحن سمعنا لقاح. نحن تنقل لكم اللقاح لدينا تحفظ. دابا بغيتوا تذكروا معنا مرحبا بكم. ما بغيتوا تذكروا معنا شغلكم هذا. كنتم لا تتحملوا مسؤولية. المهم هو الواجب أن تنقوموا به. غير شيء أخرى لا يمكنك التعود. نحن سأتركوا معكم بكل توادع. نحن سأتركوا. نحن سأتركوا بأداب وإحتراء. أكثر من الذين. نحن سأتركوا. نحن سأتركوا. نحن سأتركوا. أن اللقاح كيف لا يريدون أن يكون. على باس دوريس. المحيدة له. هذا من يجب. اليوم الأخرى الذي يجب. كيف سأتركوا بالتقييم للفعالية لهذا الفاكسين عند الإنسان. هذا بغيناد السؤال. كنت رحوه على اللجنة العلمية. المعطيات. ماذا تقول اللي عندنا اليوم في الواقع. أنه وقع واحد الفشال. داريه. كان واحد غياب الكفاءة. في التعامل. مع التشخيص للوباء. وهنا سنقصد. لا بسير. لا بسير. فيها واحد الفوضى كبيرة. لا نخبئه. لا نخبئه. هذا الحقيقة. الناس لا يفهمون. الناس لا يعرفون. ما نستعملون. ما نستعملون. ما نستعملون في المغرب كامل. عن جميع المختبرات. ما نستعملون في المغرب؟ ما نستعملون في الوحيدة؟ هؤلاء. كان من كان أن يقوموا بقيمة 30% و كان من أفرادة 40% و كان من أفرادة 60% و كان من أفرادة. الناس لا تعرفون هذه الأشياء كامل. كيف نستعمل فيه؟ هؤلاء. هذا هو مستعمل. يوجد بعض المقابس لشكل بالبطائي إذا أسأل هذا السريع هذا هو أعود السريع فهي تتوقع تتوقعه أن هذا السريع سأحتwer المثال وأن يكون هناك المهدام بينما يتقلون في التحرير المهدام على الوقت كيف ستراقب هذا الشيء؟ بالصيغولوجي كانت صيغولوجي حقًا حقًا كانت صيغولوجي على المستوى كانت فضيحة عالمية ولكن ما هو الناس الذين يشيرون ببعض الكمية و ببعض الاموال إذاً هنا زيادة على النقاش العلمي الذي بدأت في هذا الناس كانت فاساد في التدبير الذي تعرفه الواباء فاساد على وزارة الصحة اليوم هي التي تقود و تقدم هذا الشيء كامل كيف ستراقب؟ ما هو كيف ستراقب؟ كيف ستراقب؟ ومدام هذا الفاساد الذي قدرنا عليه شاب جميع المراحل تدبير الواباء من تجهزة المستشفيات من كل ما يخص تشخص الواباء من معدات العمل في المستشفيات التي من الأطفاء والأطفاء والأطفاء الطبية والأطفاء الطبية لا تستطيع في أطفاء لا يوجد شيء يقص ناقص الخطر لا يوجد شيء يحقق في هذه الخروقات هذا كل شيء يجعلنا أننا نريد أن نكون ورقبه لا نشكوه لا نشكوه لا نقول لهم لا نقول لهم اللقاح للداسة وصفقة لا نقول لهم نريد أن نعرف ما يسمى ما هذا؟ الذي يعرفون أنه كان قلة الكفاءة كان عدم الكفاءة عند هذه اللجنة العلمية كانت لجنة العلمية عندها كفاءة لا كانت لجنة العلمية ومن الاختصاصات هذه اللجنة العلمية لأنها كانت خيال كانت خاصة تقرر وتتبت فيهم وهنا سنعطيكم الأمثلة كفاءة والدخول المدراسة شاهدنا البروتوكول الصحي ما تقولون لأن البروتوكول الصحي كان خاصة للجنة العلمية لأنه عنده علاقة بالواباء اللجنة العلمية كانت خاصة تصابة البروتوكول الصحي ما كانت خاصة أمزازة ينقلون من فرنسا وينقلوا بها تلميذ الكاسول حيث لا كانت حاضر اليوم ديال الدرس غير ذاك الشي اللي يشاف عند اليحداه نقلوه وكتبوته وفاء ولا بحال هذا التلميذ الكاسول اللي تنقل ومن اللي ينقل مثلا نقلت الاسم ديال الزامن دياله اللي إحدى نقل اسميته وكتبه في الورقة دياله نقدر نمشي إلى تل هذا الحد إذا كنظن أن الرسالة ديالي واضحة وهذا الشي لو ريدنا إلا إلا تشاركنا فيه وطلعنا عليه غا نعاونوكم غا نعرفوا أننا نفسروا للشعب ونفهموه ونوعيوه إلا كان تلك اللقاح فيه واحد المنفاعه وغا يساهم في الحد ينتشر الواباء وغا يساعدنا على احتواء الواباء الشي اللي ما متيقينوش الشي اللي ما تنتوقعوش وما كان ما كانضنوش أنه غاديوقع هذا هو في نحن اليوم نحن نريد أن نعاونوكم لكي لا نقعوش في الكاريتر الكاريترها واقعة ولكن لا نزيدوش نقعوشها لأن لكي اللقاح إلا بصحة جبر أنه فيروس اللي ما زال فيه فيروس اللي غادي هو ما زال غايد سوف نقعوش سوف نقعوش باللقاح بحالك بين الزل فوق العافية سوف تشعل وهذا سوف تصعب المؤمور إليكم إذا لم تفتحنا هذا النقاش لم تقسمتوش معنا المعلومات لا تنظن أنكم لا تقسموا أنه عندي متفائل أنكم لا تقسموها معنا وسوف نفتحوا النقاش وسوف نفسروا للناس وسوف ندفعوا عليها إذا كانوا نفعل صحة مصلحة وكانوا دي فاكسن بروبر وبر من الفيرولانس نحن موجودين ولكن إذا لم تتعطونا نشد المعلومات كاملة سوف نقوموا بالواجب لنا سوف نحضروا الشعب ونحضروا المغربة من الاستعمال هذا كل ما يفاكسن لأنه لا يمكن لنا أننا سوف نقوله ونحن نفسرنا ونعطينا تفسير كل شيء الكلام واضح الكلام واضح ونفسرنا كل شيء وبررناه وأننا نرى هذا شيء كامل الذي نديره نحن يرى غير بغينا لكي الأمور تدوز على خير والخطأ الإنسان لا يعلم من الخطأ تلخطأت للجنة العلمية نعاونها ونصحها معاها ولكن كخابير تنقل لا للقاح البديل هو العلاج بلزانتيكورمونوكلوم الإمينو ترابي هذه الخلاصة وهذه الرسالة التي سوف ندفع ولكن سوف نصحح الوضع نريد أن نتأكد بأن هذه الفيروسات أحسنت شدوهم الله يجزيكم بخير إذا كانوا دي فاكسن لأن هذا كل شيء يقولك فاكسن الإمينو ترابي فاكسن 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 ولكن هنا نتحدث نأكد على أن لا يمكنكم الفاكسن لتقدمون جلالة المالك وأعطى الموافقة دياله بناء على أن جلالة المالك لا يوافق أي شيء في الدرار للمغاربة مدام جلالة المالك حفظه الله وشفه وفق إلا وشف بأن هذا الشيء ما فيه حتى شيء خطر بأنه وراه دراسات وراه أرقام حقيقية بأنها تنشر بأنها تنشر في مجلات عالمية وعالية ومن أي أنها جلالة المالك ومن أيها جلالة المالك ترى مؤشرات كامل الإيجابية وربما كانت مقارنة مع لقاحات أخرى وربيا بأنها مقارنة مع هذه المجلالة المالك اختار ترى بزاف فيها بزاف ديال السلامة على الصحة ديال الانسان وغاد ساعدنا انها وبينات بانها حدات من انتشار الوباء في بعض مناطق العالم هذه المعطاية كاملة احنا كنتوقع بانها اليوم جلالة المالك تطلع عليها بان الجنة العلمية جمعتها وراته جلالة المالك مما يشكل اقتناع عند اي انسان سوف يرى هدوك احنا احنا بغنا نشوف وهذا الشيئ لا تقولوا احنا احنا كان هدروا معكم بالمعقول كان هدروا معقول ما كان هذا الشيء كنتون تومي اخطأتوا في تقدير ديالها وهذا الشيئ احنا سوف نعاوني احنا من اجل الوطن وبالبليغي من الاحسن انتكرو في هذه المسائل لا يسامح لكم بانكم لا يسامح لكم كل شيء تضرب على ضحاقات كل شيء تخلي من هنا وخرج من هنا لأن هذا المرأة تحكموا العقل و الضمير المياني لان كلكم تمارسوا والحاجة الاخرى بان من بين الناس اذوك الناس كانوا يتلموا القاسم امام جلالتي ان يكون متأكد ان الكشي اللي تتعطى بانه صحيح و احسن ما كان وخط عاود اننا احنا ضد اللقاح احنا ضد اللقاح وفصرت عليش لان كي اللي بادل كي اللي بادل الفيروس موجود عن 80% من الشعب المغربي و تقلب كل الشعب يتقلب 80% متقاسم حاملين بدون اعراض للفيروس اذا لا يجب ان نزرب لا يجب ان نغامر و لا يجب ان نخاطر قضية اللقاحات لا يجب ان تكون فضيحة متابة فضيحة و اكبر من كل الفضائح المهم اتوقف عند هذا الحد و ننتظر التفاعل ديالكم معنا و باش نواصلوا نواصلوا و نساهموا إذا كان ذلك مجبولة من المغرب و لم نعرف و نقلوا نقلوا هذه اللقاحات اللي اليوم تختاروا للمغرب اعتمدة بأن نحن لا نعرف بالصحة فهذا بالصحة كامل ويصلاح ويصلاح ويقوم معناعة عند الناس ما كان سأقول لكم فوالا راقلنا نقوم بأن لا لتلقيه مدام كالبادل يمكن أن يقوم بتقوية الجهاز المناعة عند المرضى المصابين تحياتي وليلة سعيدة والله يحفظ البلادنا من هذا الوباء والله يجازيكم بخير التزموا بالوقاية بالكمامة التباعد الاجتماعي وباقي التدابيع الاحترازية خاصة في الجمعات شكرا على تتبعيكم